مرحبا بكم ورجعنا لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير اتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يلا بي حمص ناشف 300 جرام ضيف ماء من الحنفية انتظر من 8 إلى 12 ساعة نغسر الحمص ونضيف ماء جديد ونضيف معلقة صغيرة بيكم بودر او بيكم سودا معلقة صغيرة نضع على حرارة فوق المتوسطة تقريبا 45 دقيقة او او حتى ينضج متل ما انتو شايفين الحبه تكون كيف تكون حبه ناطجه بنزيل للمية المية هذه نفسها انا باستخدمها لفتت الحمص وانا ممكن ارفع كمان حمص للتزيين ارفع قليل من الحمص للتزيين بنضيف الحمص على الخلاط وبنضحنه على الخلاط هو سخن هذا المرحلة الاولى بعد ما نضحنه هو سخن سهل بالطحن بعدين بنحطه بالتلاجة حتى يبرد طبعا في اكتر من طريقة للحمص ولكن هذه الطريقة لسهل طريقة هي طريقة الاصلية فيه بدفوله زيت ولكن مش لازم لانه لطحينه نفسه فيها زيت نباتي لطحينه وهي مدهنة لطحينه مثل ما انتو شايفين نكون مثل الكريمة نوضعه بالتلاجة حتى يبرد نشوف المرحلة التانية بعد ما نطلعه من التلاجة نضيف عصير عدد تنتين تقريبا الحبة متوسطة حبة اللمون عدد تنتين وملح معلقة صغيرة والطحينه والطحينه يعني اقل من كوب حسب من انتو حبين لكن الطحينه كتير كتير طيبة مع الحمص وهي اساسية وطبعا طريقة الطحينه حسب الكويهة في صندوق الوصف تحت طريقة الطحينه اللي عاوز يعمل الطحينه هي سهلة كتير كتير سهلة خلاص اصبح هيك الحمص جاهز ولكن هنا هعمل كمان حمص بالسادة حمص بالشمندر حمص بالشبل طبعا مش يعني مش هتخسره لو جربته كمية انا قسمت الحمص على ثلاث اجزاء جزء السادة وجزء مع الشمندر وجزء مع الشباب وشربوه كتير كتير هتعجبكم نضيف الحمص المسلوق اللي رفعناه وهذا فلفل مع عصير ليمون دقة وقليل من الزيت هل يأتي على الثلت الثاني منضيف الشباب وبنطحنه مع بعض سهل جدا والاخص الأكلة هذه في رمضان كتير كتير هي روعة وتغيير تقريبا تقريبا كل تلت تعمل خمس صحون صغار كل تلت الغلطة كلها عملت خمس عشر صحن صغير طبعا هدا حمص 300 جرام حمص ناشف 300 جرام بيعملو الضعف بيشربو ميا نضيف الحمص والفلفل مع اللمون والزيت الزيتون الثلت الثالث نضيف الشمندر المسلوق نسلوق الشمندر مثل البطاطا يعني حبة الشمندر صغيرة نسلوقه مثل البطاطا نسلوقه بس ونضيفه مع الحمص طبعا الشمندر بعد ما نسلوقه خليه يبرد ونقطعه ونضيفه مع الحمص طبعا الكيمية متل ما انتم حابين حسب هذا كل شي يعني ممكن انتم اتنوعوا ممكن نضيفه طعام تانية تحبوها نضيف الحمص المسلوق وخليل من عصير اللمون مع الفلفل طبعا اختياري هذا كله تزين وزيت الزيتون وصحة والف عافية وانتظرونا بوصفة جديدة اشتركوا بالقناة شكرا لكم مع السلامة شكرا لكم